شركة لسه جديدة اعمل ايه بالترتيب يعني انت بتبدأ شركة اول حاجة قبل ما تبدأ على فكرة النجاح والفشل بيجي من الخطوات والاستعدادات قبل ما تبدأ تشوف الفكرة اللي انت فكرت فيها دي ايه خبرتك فيها وتعمل دراسة جدوى ولو سريعة وانا اعمل فيديوهين للموضوع ده ياريت تتفرجوا عليهم تدخل اكتب على يوتيوب كده هل انت مقبل على استثمار جديد وبعدين هتبدأ بقى ما تبدأ وعمل فيديوهات تانية عن الشراكة لان ممكن الشركات تفشل بسبب الشراكة وللاسف ملاحظات وليس الدراسة اكتر اسباب انا بشوفها بتخلي الشركات تقفل بعد التعسر في الفشل اللي هو فشل السوق لا شركات نجحة شركة بتخنق ويجي شركة كده كويسة كانت ممكن يبقى في منها امل تتقفل تدخل امور في عند حتى ما بيدوش فرصة ان حد فيهم ياخدها ولا يبيعوها ولا يبيعوها كيف تعالج الخطأ في بث توقع مرتفع مرتفع سابق دكتور مازن جوها يعني انت حضرتك اصدق عميل ان انت في الاكسبيكتيشنز مانجمنت انت حضرتك لو كانت في عميل اديت له توقع مرتفع ولسه مشتراش ارجع ازبط الموضوع ده اقول له بس انا حابب افاهم حضرتك حاجة ان الموضوع الفلاني كذا يعني انا عايز اقول لكم فيه انشطة شهيرة جدا بانها بيسيبوا العميل يسرح بخياله ويرفع التوقعات زي الانشطة زي مثلا مهانسين الديكور والنجارين وبتوع الموبيليا ان هو يجي يوريه صورة في كتالوج كتالوج ده مصوره مصور احترافي قط السفرة متصوره باضاءة معينة وتلاقي محطوط معرفش ايه على السفرة ومفروشة ومحطوط اطباق كده وشوك عشان يجوع حاجات ايه عاطفية وتبلوع الحيطة وسجادة فتلاقي قط السفرة شكلها جميل وقط النوم برضو فيه اضاءة دخلة من الشباك وفيه ورد معرفش على الكومودينو وطبلوع ايه والحيطة والسطارة لونها ماشي مع المرتبة والفرشة اللي على السرين والسجادة ممكن واحدة تاخد القرار عجبتها القوضة دي جدا والقوضة دي هي نفسها استلمت قالت لك لا مش هي دي لا 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 ليه لانها حسيت انها تعبانة قوي لان الصورة الاحترافية وتوزيع الضوء والضل اي حد مصور افاهم الكلام ده بتحسسك بجمال افضل من الطبيعة شوي وبعدين الفرشة هي محدش قال لها هنجيب لك مرتبة ولا فرشة ولا لا بس ده رفع التوقعات وقتها بقى البيع المفروض الصحة او النجار او الوش حركت علي ايه او فرج حركت حاجة موجودة على الطبيعة حاجة في المعرض اه او حاجة تسلمت يعني توري له حاجة فيه مثلا انا عارف مهندس دي كور حصل خناقة كبيرة جدا بعد منفذ شغل لان التصميم اللي عملوا على الاوتوكاد او على البرنامج 3D حاطت فيه رخام والرخام فيه تجزيعة كده صمرة معينة عمر ده ما بييجي في الطبيعة تاني لان دي بتبقى حاجات طبيعية مش هتيجي بالزبط زي برضو صمرة الخشب بتاعة الاشرة ممكن تيجي لتجزيعة مختلفة شوية تيجي تقول لك لأ بصوا مع حركة الصورة اللي انت حنامت فين عليها وماضين مش هو ده الرخام طبعا ده ايه كلا انت هتيجي تقول لي لأ دي مش فاهمة ما هو حضرتك احنا بنقارن ما بين حاجتين التوقعات المدركة والحقيقة المدركة يعني الاتنين في دماغ العمين ما تجيش تقول لي انا ماليش دعوة ده هو اللي فيهم غلط لا انت اللي تفهمه صح عشان كده بقول لك فيه ادارة التوقعات انك انت ما تسيبوش يسرح كده وبعدين ما تخليش التوقعات دي بعيدة عن الحقيقة انا عايزك كمان تبقى قاله وتبقى مجهز له حاجة زيادة يعني هو ده على فكرة مربط الفرس في رضا العمر احنا بقى بنعمل ايه نشطح بالتوقعات وبعدين نسلم اي حاجة نبدي معاد تسليم التوقعات بقى داخل فيها المعاد داخل فيها الجودة وبعدين نسلم متأخر والناس وهم امطلعين الحاجة يخربشوها ونقول له الله لا ده هو كده وخلاص ويبقى العميل يقعد متنكد وارفان وبعدين يكلمك يقول لك لا خلاص طب هنعمل احراك بقى معلش طب هنبعتلك نصلح وما تعبروش يتصل بالبيع مايردش عليه خلاص كم ايه احنا كده مضحين بالزجون ده ومضحين بسمعتنا اللي عايز يستمر في هذا النظام يستمر وما يشتكيش خلاص واللي عايز اللي مقتنع بان ده غلط يبقى يشوف ده فرصة سيب الناس اللي على جهلهم دول سيغالين زي ما هم انت كده دي فرصة ذهبية ليك انك انت ترضي عملائك امكانية الحصول على مبيعات اكثر في صيدلية شغالة من سبع سنين بص حرك فيه مدام انت موجود وشغال انت محتاج كده تعمل ترويج اعمل شوف الناس المنطقة في ديليفري خد ارقام تليفونات الناس حطهم على جروبات على الواتساب قعد بعت لهم معلومات وكل سنة وانتوا طيبين دايما انا عايز ايه الزكرة دي لو افترضنا انها طبقات انت على يعني على وش الزكرة بانك تفكر الناس دايما بيك وبعدين الثقة الصيدليات في عندهم مشكلة ان المنتجات بتاعتهم متشابهة فالميزة التنفسية مش هتبقى في المنطق واحنا ممكن يجي في مرة نتكلم عن الميزات التنفسية الموضوع مش منتجات بس والاسعار سبتة برضو مش اسعار بس فيه فرقات في الاكسسوار لا انا عايز تبقى الميزة التنفسية ممكن في المعاملة فان المكان ده ثقة لما نيجي ناخد حاجة ونلاقيها مثلا غلط ولا مش او عايزين نرجحها لما يبقى فيه دكتور عايزين نسأله في حاجة اه ده فاهم وبيدينا وجهة نظر امينة مش بيجي يدبسنا في الحاجات الغالية ممكن يعمل لنا خدمات اضافية فيه صيدليات من باب الترويج كده يقولك ايوة فيه يوم كذا هنعمل معرفش الانترنال بادي ايه كده الجهاز اللي بيقيس العضلات ومعرفشه والدهون وكذا وبنقيس سكر ممكن مجانا اللي هي برضو ما بتكلفكش حاجة ممكن يقصد ضغط يعني خدمات مجانية يخلي الناس تحس اللي هو تسبق توقعات العمر اه يعني فانت حرارك بقى ايه محتاج تدرس الترويج والمزيج الترويجي وتقعد تنقي من وسط الحاجات دي اللي يفيدك وينفعك السوشيال ميديا بقت بتوفر الكلام ده خصوصا الحاجات بتاعت الكومينيكيشن اللي الناس بقت دلوقتي زي التليجرام زي الواتساب والواتساب مناسب جدا لنشاط الصيدليات خليك متواصل معهم اديهم معلومات اقسمهم جروبات عارف انت ان فيه ناس مثلا ايه بتوع الامراض المزمنة وناس كبار في السن اه اللي عنده سكر ايه المنع توقع تقولون اه صايح ازاي ما يجي لكش التهابات ما عرفش ايه ازاي القدم السكري تعمل كزا اه مضاعفات اه السكر يعني اديهم معلومات ادي للعملة دايما ايه فاليو هيجولك ليه هيبقوا فاكرينك مش اكتر من كده اه احمد فرج قال النواقص طبعا النواقص في الصيدلية مهم جدا طبعا لكن انت ما يبقاش عندك نواقص وكان زمان سكسيل الصيدليات يعني اول ما بدأوا يعملوا سلاسل في مصر كانت ما العزبي كان لسه صيدلية واحدة لما انا كنت بمارس طب يعني انا كنت في القصر العيني والقصر العيني ده فين؟ في اخر الدنيا بالنسبة لمكان العزبي الوحيد اللي كان فتح في كلية البنات احنا كنا بنبعت احيانا الناس من القصر العيني لكلية البنات عشان فيه كان مثلا بامبولات معينة كده وادوية مش موجودة حتى عند الصيدلات القدام القصر العيني فهو ده اللي عمل له سمعة وانه معروف ان ايه اي دواء في الدنيا مش موجود روح للعزب فلنواقص على فكرة ميزة احمد جاد الهواتي او الهواتي ما عرفش بقى تنطق ايه بعد ايه ازك يا دكتور ايه اللي يخلي الموظفين يسيبوا الشركة ويدوروا على فرصة افضل ده دور بقى ادارة الموارد البشرية ما اقول كل الاسئلة دي بتلاقيها موجودة في العلوم الادارية يعني فبقى الموارد البشرية عندهم عنوان كده اسمه job satisfaction اللي هو الرضا الوظيفي لما بيعملوا دراسات وبيشوفوا الناس لما بيسيبوا الشركة كتير دي اسمها ايه معدل دوران العمالة دوران العمالة دي يعني ايه يعني مثلا افرد انت عندك مية موظف في الشركة كم موظف السنة دي مشي وجبت غيرهم لو جيت قلتلي مثلا انا مشي من عندي خمسة وجبت خمسة يبقى دوران العمالة هنا خمسة في منها انواع في حاجة اسمها voluntary or involuntary ارادي وغير ارادي يعني ايه افرد واحد انت ما عجبكش في مشيته هو كده بتحس بقى في دوران العمالة بس ده غير تماما ان واحد بالنسبة لك انسان ممتاز واداء كويس معرفتش تحافظ عليه ومشي هو وسابك وكان نفسك انه ما يسيبكش اه وخرافة الشركة ما تقفش على حد دي لات انطبق على الشركات الصغيرة ده الشركات الصغيرة بتقع بسبب اتنين تلاتة ممكن يمشي ويروحوا منافس او يفتحوا لوحدهم يعني برضو دي خرافة حكية الشركة ما تقفش على حد دي فعشان بس ما نخرجش من الموضوع لموضوع ونتشع اللي الناس بتسيب الشركة عايزين نعرف حجم ايه المشكلة انا كنت قعدوا رايب مع حد محترم جدا وعنده سلسلة محلات قال لي انا عندي تقريبا خمسين عامل في خلال الست شهور اللي فاتوا مشي خمسة وعشرين وكلهم كنت عايزوا خيالوا يعني خمسة وعشرين في خلال ست شهور يعني خلال السنة خمسين موظف مش يخلال يعني معنى كده ان كل سنة بيغير العمالة كلية يعني ده الامبولي تيرن اوفر بتوع ومية في المية دي كارس وكلهم انفولانتري او بيسموها في سي ساعات بيسموها ريجريتد ون ريجريتد يعني ايه موظف مشي مأسوف عليه وموظف غير مأسوف عليه الريجريتد ده اللي احنا نبقى زعلانين حرج ببساطة تعرفها ازاي جيب كده لستة وحط الموظفين قدامك واكتب كده قدام كل واحد مين اللي لو مشي هبقى متضايق ومين اللي لو مشي شايف رق طبعا هبقى فرحان يبقى فيه هنا خرافة ان اللي ايه اه اطهل ارزحرا لا يبقى يمشي خلاص انت هتبقى فرحان انت بسايبه ليه فرحان دي معنا انك حاولت معاه ويعني ما تت يعني مشي ان انت تتلكك له طيب والناس اللي هم مأسوف عليهم دول وان هو ايه لو مشي بيحصل ايه بقى يجي واحد فيهم عايز يمشي فيتقالوا الباب يفوت جمل والشركة متقفش على حد احنا كيان عظيم ومؤسس عظيمة والعظيمة دي تلاقيها مثلا فيه عشر شغالين يعني ما بس هو عن جهية كتب ايه بقى اللي بيخلي الناس يمشوا ما يقوش مبسطين مع انين عايزينهم فيه ناس متخيلين المرتبات لا مش اول حاجة المرتبات الدراسات اجمعت كلها على ان العلاقة بالمدير المباشر هي اهمها المدير المباشر ده لو لقيت انت حتة كده في الشركة كل اللي فيها قاعدين يمشوا المدير ده هو المشكلة يديه بقى تخليه عدل سلوكه يتحفظ على الناس وتمشي المدير ده المدير هو اللي بيطفش الناس المدير المباشر ممكن يخلي حياة الناس جحيم في الشركة الكويسين وممكن يخليهم سعداء واداهم يزيد تاني حاجة الوركلود انك دايما ضغطهم وعدادهم قليل وطالب منهم شغل كتير وفين وتأخرت ومعملت ومفيش شكر ومفيش تقدير معناوي تالت حاجة ممكن للمرتبات وفي كزا حاجة طبعا الجوب ساتسفاكشن ليه اسباب كتير يعني انا استعرفت لك اهو اهمهم اهلا دكتور هاني المليح كان معنا في كورس وهو برضو دكتور صيدلي اه وعنده صيدلية وعمل الحاجات دي يعني حتى هو اخترع سلوجان ظريف يعني لو بيسمحني كده انشره اه وهو بيحاول يميز صيدليته لان احنا في الكورس بنقعد كده اه نغلب الناس ونطلع ميزة تنافسية ما فيش ميزة تنافسية ما فيش شغل فعملنا اه وهو عمل سلوجان اه والدكتور هاني يعني من الناس المبدعين اه قال لك اسأل استشير يعني معنى كده ايه احنا عندنا سلقة هو الدكتور طبعا صيدلي خبرة وقديم وموجود في صيدليته فبقى تحولت الى ميزة تنافسية والناس بقى فعلا بتيجي اه عشان تسأل الدكتور هاني ودكتور هاني رأيه ايه وطبعا اه ممكن دي يعني انا قصدي الصيدلية مش موضوع بقى داوة واسعار اشتركوا في القناة